مساء الخير مشاهدين الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار خاص بين بريطانيا كدولة انتذاب واستعمار في السابق واليوم برلمان بريطاني يصوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرق واسع وشاسع لطالما كانت علاقة بريطانيا مع فلسطين وشعبها هي علاقة مسئولية سياسية واخلاقية عن ما جرى للشعب الفلسطيني من نكبات وظلم تاريخي فنحن اليوم امام علاقة للوقوف على ذلك وكيف هي علاقتنا اليوم مع بريطانيا يسعدنا ان ارحب بسعادة سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا السيد مانويل حساسيان سعادة السفير مساء الخير ونورنا بداية لو نبدأ سعادة السفير لو تطلعنا على بخصوص العلاقات الفلسطينية البريطانية كيف وصلت الى اين كيف تطورت سعادة السفير يعني انت تدرك بان بريطانيا العظمى هي تعتبر من المحاور الاساسية للاتحاد الاوروبي وتعتبر الحرب للترويكا الترويكا اللي هي المانيا وفرنسا وبريطانيا فبريطانيا بتلعب دور مهم جدا في الاتحاد الاوروبي وفي صنع القرار الاوروبي نهيك على ان بريطانيا كمان عندها مصالح جيوستراتيجية مع الولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط اللي بتربطهم التجارة مع الدول العربية وخصوصا البترول والسلاح وطبعا يعني اسرائيل هنا تعتبر مميزة بعلاقتها مع الولايات المتحدة نهيك عن اوروبا وخصوصا ما حدث لليهود من مذابح له تأثير يعني مباشر لدعم اسرائيل وقضية الهولوكوست ومشابه ذلك ولكن في مقدماتك انت تكلمت عن المسئولية التاريخية والاخلاقية لبريطانيا لان بريطانيا انتذبت فلسطين من سنة الـ 1919 لغاية الـ 47 يعني اكثر من ثلاثة عقود حوالي او ثلاثة عقود وطبعا هي كانت المستعمرة آنذاك ويعني عندما نرجع الى التاريخ نرى كل هذه الهبات والثورات والانتفاضات من ثورة العشرين لتسع عشرين ثورة البوراك وثورة الـ 36 كانت كلها موجهة ضد بريطانيا وضد الحركة الصهيونية فاحنا رأينا بان بريطانيا فعلا يعني هي تخلت عن الموقف الصح وهو اعطاء كما وعدت الشريف حسين في وعداته اعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وما شابه ذلك ولكن اجت هيئة الامم وساقرات تقسيم الحرب وما شابه ذلك ومن ثم يعني القضية اصبحت يعني قضية احتلال من احتلال الى احتلال الى احتلال اخر وفي المحصلة النهائية اليوم اذا اردنا ان نقيم الموقف البريطاني هناك في فجوة شاسعة ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي انا اتذكر عندما كنت سفيرا او يعني اتيت الى بريطانيا قبل تسع سنوات وكنت اقرأ واطالع وارى كيف الرأي العام ينظر الى القضية الفلسطينية من ناحية اخلاقية وتاريخية وواجب بريطانيا في هذه القضية يعني كانت كل استطلاعات تعطي 30% دعم للشعب الفلسطين نعم اليوم بعد تسع سنوات ولا انا اخذ يعني اي نوع من الكريدت زي ما بقولوا بس ولكن القضية الفلسطينية اصبحت من اهم القضايا التي تعالجها الرأي العام البريطاني وهذه حملة الحملة هاي كلها جاي من عقدة الذنب بأنه انه الشعب الفلسطيني الان يعاني من ازمات الاحتلال كان سبب هو موقف بريطانيا لانشاء وطن قومي يهودي على طراب فلسطين وانكار الحق الاصلي للوجود الفلسطيني فهناك في يتصرفون بمنطق صح يعني في عقدة الذنب فالرأي العام هو اكثر يعني متواصلا بهذا الموضوع من الحكومات هلا الحكومة الرأي العام مين بمثله البرلمان مين بمثل اعضاء البرلمان فهم ضمير الشعب وعندما صار التصويت في اكتوبر نعم رأينا بانه 276 برلماني صوتوا في يعني الاعتراب بدولة فلسطين في المجلس خلينا نقول الجنر الأساملي وكان فيه 12 صوت ضد يعني بالنسبة انها هذه كانت قفزة نوعية اللي عبر عنه الرأي العام عن طريق ممثله في البرلمان واذا احنا اردنا ان نكون هناك فيه برلمان ديمقراطي فهذا يتوج هذا المفهوم انه الشعب الفلسطيني الان اصبح هناك فيه قضية عادلة وطبعا القضية العادلة هي فيه اقامة الدولة حق تقريب المصير وانهاء الاحتلال اما الموقف الرسمي الحكومي فهذا القرار غير ملزم يعني هذا درور ان نحكي للمشاهدين وانما من ناحية معنوية نحن نرى بان هناك فيه اصبح الدبلوماسية الفلسطينية سمود الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة كل هذا ادى الى تطور الرأي العام البريطاني في مناصرة حق الشعب الفلسطيني فيعني القضايا السابقة اللي كانوا اليهود يحكوا عنها الهولوكوست وهاي بطلت يعني هي تعتبر المحوى الاساسي لدعم اسرائيل ولكن على المستوى الحكومي نرى ان حكومة كاميرون هي يعني هي طبعا هي تعترف بان هي اراضي محتلة تعترف ان الاستطان هو معاوق لعملة السلام تعترف بان القدسية ليست القدس الموحدة الابدية لعاصمة اسرائيل يعني هم يتخذوا كل هذه المواقف ولكن عندها عندها الاعتراف بالدولة تراصين لا ايش بيصير في عنده امتناع او عدم عدم التصويت فهم لا يأخذوا هذا الموقف ليش لانه موقفهم مرتبط ترابط عدو مع الولايات المتحدة للأسف وهذا الموقف بقولهم من الارتراف يكون ازبط وادق عندما الطرفين هم يتطفقوا على هذا الموضوع طب جميل سعد السفير يعني لو نتحدث هنا عن الاحزاب البريطانية الاهمة في بريطانيا كحزب العمال وحزب المحافظين ونحن على موعد مع انتخابات جديدة في بريطانيا ما هو موقفهم من القضية الفلسطينية سعدة السفير لو توضح لنا ذلك يعني موقف المحافظين هم في الحكم لن يعترفوا في دولة فلسطين أبدا وموقفهم واضح هم متعاطفين مع القضية الفلسطينية وعندما يزور الرئيس محمود عباس بريطانيا فدائما يقول أنتم في الخط السليم ولكن الطرف الآخر يعني الإسرائيلي هو متشدد ونحن لا نستطيع أن نكون جزء فعال في العملية السياسية نحن نستطيع أن ندعمكم ماليا وماديا ببناء الهياكل التنظيمية ببناء الهياكل السيكوريتي الأمن وما شابه ذلك ولكن في العملية السياسية هي يعني الرأي الأساسية للولايات المتحدة نحن نستطيع أن نشير عليهم بس ولكن لا نستطيع أن نتحكم في هذا الموضوع لأنه العملية السياسية بيد الولايات المتحدة نحن نأخذ مطالبكم ونطالب الإسرائيليين مثلا بوقف الاستيطان بفتح المعابر بإعطاء تسلات للفلسطينيين يعني نحن نتابع هذه الموضوع بس ولكن عندما تتكلم عن الاعترافات لا تعترف بالدولة الفلسطينية وهم يقولوا الاعتراف هو يعني إذا يكمن هذا الاعتراف فهو نتاج التفاوض إذن نحن نتخذ موقف يعني مغير إذا كان هناك فيه اتفاق في عملية السلام بس ولكن للأسف يعني نرى حزب المحافظين واضحين بهالمسر حزب العمال كحزب العمال يعني بعدة مناسبات أنا ألقيت كلمات مع السيد أد ميليباند رئيس الحزب بأثلاث أربع يعني مناسبات رسمية فهو وعد بأن حزب العمال هو يعترف بدولة فلسطين عن طريق الحكومة ليس كحزب كحزب وليس عن طريق الحكومة كحزب ولكن هو وعد خيرا إذا أتى حزب العمال للحكم وهو أصبح رئيس الوزارة فهو وعدني وعدا قاطعا بأن هذا الحزب وهذه الحكومة ستعترف بدولة فلسطين ليس بأمر الواقع ولكن بالأمر الحقوق والدستوري جميل فالكلام جميل عندما أنت تكون في المعارضة ولكن سنرى من سيفوس في هذه الانتخابات اللي هي تعتبر انتخابات فعلا منافسة شديدة كل يوم حزب بتقدم على حزب فلسه مش محسومة الانتخابات لغاية الناس تصوت ومن ثم يعني القرار بيجي من الناخبين بس أنا أقول أنه بريطانيا ليست سهلة كما هم يدعوا بأنهم أوكي يتعاطفوا مع الشعب الفلسطيني بس ولكن لا تنسى فأن هذه الحكومة والحكومة السابقة وكل الحكومات المتعاقبة تتعامل يا حبيبي بتجارة السلاح مع إسرائيل عندما نتكلم عن بلايين الدولارات في تجارة السلاح يعني أين تكمن مصلحة بريطانيا مع إسرائيل ومنطقة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مصالحة تتقاطع مع الولايات المتحدة من نحن كشعب فلسطين ولا كحكومة ماذا نستطيع أن نعطي بريطانيا بالمقابل بينما بريطانيا تأخذ كل ما تريد دون أي مقابل لكن بالمقابل سعادة السفير موضوع المقاطعة مقاطعة منتجات المستوطنات والمقاطعة الأكاديمية التي تشهدها بريطانيا هذا سؤال جميل جدا المقاطعة الأكاديمية تأتي من الرأي العام البريطاني وليس من الحكومة يعني نرجع موضوع الفجوة الفجوة ما بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي موقف مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي بدأت من المؤسسات الغير حكومية اللي هي بتناصر القضية الفلسطينية زي البلسطيني السولدارتي كامبين وور اون وانت كل هاي المؤسسات اللي تعتبر غير حكومية المناصرة طبعا في عندك النقابات العمالية وما شابه ذلك موقف الحكومة البريطانية في هاي المسألة انه هم حطوا ضغوطات على السوبر ماركت انه يحطوا هذا المنتج من وين أصله كانوا يحطوا قبل عكل منتجاتنا الزراعية مصنوع في الضفة الغربية اوكي فاتضح لنا انه كله هذا مصنوع وين بالمستوطنات الإسرائيلية فقلنا لهم انه هذا المنتج هذا من المستوطنات الإسرائيلية هم لم يقاطعوا منتجات المستوطنات هم حطوا توسية للمحلات انه ما تقبلوا منتج إلا يكون مدقق إنه إذا هذا جامل من استوطنات ويحق للمستهلك هو أن يختار يختار صحيح فهذا لا يعني بأنهم هم وقفوا وقفتها هلأ هناك في موقف دائما سيستيماتي وموقف مبدئي بأن الإسليطان هو غير شرعي وهو منافي للقانون الدولي وما شابه ذلك طيب فيه يعني الكلام حلو ولكن من ناحية الفعل هل استطاعت بريطانيا أن تقف مشروع الاستطاني هل استطاعت أن تضع أي نوع من الدغوطات على الجانب الإسرائيلي طب الكلام بالتليفون حلو بس بالمحاصلة النهائية المشروع الاستطاني جاهب وأحنا يعني الأرض تتآكل وهناك فيه تقادم وبالمحاصلة النهائية يعني عندما نتكلم عن حل الدولتين في الرأي العام البريطاني يقولوا لم لا يوجد هناك حل دولتين لأنه إسرائيل يعني اقتضمت كل أراضي وأصبحت جبنة سويسرية الدفن الغربية نهيك عن غزة هي بمفصلة تماما وانفصلت القدس بال وحاصرونها في المستوطنات الآن القدس هي ليست جزء من فلسطين بمعنى ما فيش هناك منفذ إلى الجنوب إلا بحواجز إسرائيلية فمن هون أصبحت حل الدولتين بالنسبة للرأي العام البريطاني إنه هو ليس بحل عملي جميل فهناك الكلام عن حل الدولة الواحد جميل أنا هذا مش موقف سلطتنا ولموقف نظمة التحرير نحن لسه محل الدولتين وبدنا حدود الرابع من حزيران وهناك فيه تفاوض حول طبعا التبادل بالأراضي بالكم والكيف وما شابه ذلك يعني موقفنا من أيامات كام ديفيد بغاية اليوم هو موقف ثابت الرجوع إلى مرجعيتنا مرجعيت السلام 2-4-2-3-3-3-8 مرجعيت السلام مدريد وأصلا وما شابه ذلك يعني إحنا لسه كقيادة فلسطينية إحنا ملتزمين بالمشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران طب سعادة السفير كيف ترى دور بريطانيا في عملية السلام أو ما المطلوب يعني من بريطانيا كدولة عظمى يعني في موضوع عملية السلام برأيك يعني أنا سأكون جريئا على التلفزيون وأقول لك 22 سنة نحن خذنا تجربة مريرة في عملية السلام لأن الجانب الإسرائيلي لا يريد السلام فهو يماطل وعملية المماطلة والتسويف وضرب الفلسطينية والحروب على غزة وعلى الضفة الغربية والضمار واختلاع الأشجار يعني الاحتلال هو احتلالهم بغيد أوكي نحن ندركها إدراك تام وسأقولها يعني على العلن بأن إسرائيل هي ليست معنية بعملية السلام هي تريد الاحتفاظ في الضفة الغربية لأنه هذا من ناحية أمنية إلها وهي طبعا من ناحية دينية تعتبر يهودة والسامرة هي ليست معنية بغزة هي معنية بالضفة الغربية والقدس طب إذا أردنا أن أتكلم عن حل الدولتين وكل هالمشروع الاستطاني مستمر يعني ك وهل الحدود هذا الحائطة هذا اللي نعتبره الحائط الأبرثايد 670 كيلو ما شاء الله داخل 10 كيلو في الضفة الغربية هذا موقف سياسي وليس موقف أمني يعني هم يريدون أن يخلقوا واقع سياسي بأن نقبل بالضفة الغربية ليس كاملة بس ب60% من الضفة الغربية وإذا أردتم أنتوا تقولوا أنه هذه دولة فلسطين سموها ما شئتوا بس لن يكون هناك فيه تواصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية حبيبي بتكم تنسوها لأن هذه الأسبوع هذه هي العاصمة الأبدية إذن عندما ننظر إلى الواقع كيف نستطيع أن نقنع الرأي العام البريطاني بحل الدولتين بينما عندما يأتوا إلى هنا ويزوروا أعضاء برلمان ويروا بأم أعينهم بأنه قضية حل الدولتين يعني عم تنتهي عملية أصله عم تنتهي وأن إسرائيل ليست معنية بحل دولتين ولا إعطاء طبعا الاستقلال السياسي إلى الشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية جميل فيعني الوضع وضع فعلا صعب أنا أقول صعب وأن يعني الموضوع اللي بدأني فيه إنه أميركا لم تلعب دور الوسيط النزيح في عملية السلام وإنما كانت دائما هي تدعم دعما سافرا في أي مفاوضات وإن كانت هناك مفاوضات فهي لم تكن مفاوضات كانت إملاءات أكثر منها مفاوضة لأنه القوي كان يملي شروطه على الضعيف بنعم من الولايات المتحدة اللي مفروض أن تكون الراعي لعملية السلام فأنت سألتني سؤال ما هو موقف بريطانيا بريطانيا وأوروبا يستطيعون أن يعادلوا موقف الأمريكا أن يوازوا هذا المعادل إذا سمحت لهم أمريكا لأن أمريكا لم تستطع أن تكنع الجانب الإسرائيلي في عملية السلام وأنا لا أريد أن أنقص من جهودات جون كيري وما شابه ذلك ليس هذا نقضي إله بس ولكن لا أرى الولايات المتحدة أن تضع أي نوع من الضغوطات على نتنياهو عندما نرى نتنياهو يلقي خطابا في الكونغرس وتسعة وعشرين مرة وقفوا وزقفولوا يعني أوباما بزقفولوش في الكونغرس أزما زقفولو هذا يعني بأن الكونغرس اللي عنده ثمانين بالمئة من صنع القرار السياسي هو داعم لإسرائيل وأوباما لا يملك سوى عشرين بالمئة من القوى التنفيذية إذن أوباما كويت هاوس والستير دي بارتمنت هذول الوزارة الخارجية ما عنده من نفوذ زي الكونغرس الذي هو يشرع وصنع القرار طيب إذا عندك لوبي صاهيوني قوي وعندك البسعية الصاهيونية اللي لأبعاد أيديولوجية عقائدية إنه مفروض ندعم إسرائيل إنه الفلسطينيين ما إلهم حق يعيشوا لازم يعيشوا هذو في العالم العربي لأنهم هم بفكروا إنه اليهود بدهم يجوا وبدهم يرجع المسيح القضايا يعني عقائد لا أريد أن ألقوت فيها بس ولكن هذول عم بلعبوا دور مهم سبعين مليون هذول بمثلوا عشرين بالمية بين قوى التصويت وخلا نقول اليهود تنين بالمية ها تنين وعشرين بالمية أقصى حد في عملية التصويت في أمريكا لا يتعدى سبعة وثلاثين بالمية إذن تنين وعشرين من أصل سبعة وثلاثين يستطيعوا أن يحددوا مصار الولايات المتحدة في قضية الشرق الأوسط وخصوصا في القضية الفلسطينية جميل يعني وضحت الصورة سعادة السفير لو نختم هذه المقابلة سعادة السفير موضوع الإعلام البريطاني بخصوص نظرته للقضية الفلسطينية يعني من خلال متابعتك لموضوع الإعلام في بريطانيا كيف هي توجهاته للقضية الفلسطينية سعادة السفير دعني أكون صريحا معك أنا مظبوط عملت أربعمائة مقابلة تلفزيونية منذ أن أصبحت سفير لأنني أنا شارس بس ولكن أنا أقول لك بأن الإعلام في بريطانيا هو أكثر موجه في دعم إسرائيل وليس القضية الفلسطينية نحن نعطى الفتات حتى تغطي البي بي سي عنها وسكا نيوز يقول لك جيب السفير الفلسطيني بس بالمقابل بيكونوا جابين عشر إسرائيلية يحكوا فأين التوازن هون هذا نمرة واحد نمرة اثنين أنا أقول لك بأن التلفزيون البريطاني بشكل عام يعني هو أكثر متأثر من اللوبي الصهيوني البي كوم في بريطانيا وخصوصا يعني الرأي العام كل لجان التضامن هم اللي بيبعثوا رسائل للأديترز أنه لازم تجيبوا سفير فلسطين لازم تجيبوا فلسطينية أكثر أنه يحكوا عن القضية الفلسطينية بس مكرهون أخيك لا بطل بيجيبونا مش لأنهم هم متعاطفين جدا لأ هم مسياسين هم برمجين بدعم الموقف الإسرائيلي بالمقابل فهناك قضية مثلا انت حكيت عن المقاطعة المقاطعة الأكاديمية مستمرة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أنا أقول لك أقول لك علنا بأن بريطانيا والشعب الإنجليزي والسكوتلندي بالأخص سيقود الحملة نعم حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية اللي إحنا كسلطة ما منعلن عنها إحنا منقول عن مستوطنات بس هم صبقينا في هذه المسألة جميل وستفرض علينا فردا واقعا وسأتعامل مع هذا الأمر الواقع عندما أرجع على بريطانيا يعني كل الاحترام لك سعادة سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا السيد منويل حسسيان أشكرك على هذا الكلام الجميل والرائع سعادة السفير أشكرك مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نواصل حلقتنا من حوار خاص ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في برنامج حوار خاص قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتحة في العاصمة المحتلة رأفة عليان قال إن أية دعوات إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف لن تقابل إلا بمزيد من المواجهة المباشرة مع من يتخذون الأقصى ملاذا لتحقيق أوهامهم في إشادة الهيكل المزئوم للحديث عن ذلك أكثر وعن أوضاع العاصمة المحتلة يسعدنا أن أرحب بالأخرافة عليانا المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في العاصمة المحتلة مساء الخير أخرافة مساء الخير يعني أخرافة دعوات من مجموعات استيطانية ويهودية وأيضا شخصيات مستقلة إسرائيلية لاقتحام الأقصى اليوم وغدنا في عيد ما يسمى بالاستقلال كيف تعلق على ذلك؟ يعني بداية اسمح لي أن أهن أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء حركة فتح بشكل خاص عن الإفراج الذي تم قبل قليل عن أمين سر حركة فتح في القدس الأخر مناضل عدنان غير الذي تم الإفراج عنه قبل قليل ونتمنى الإفراج العاجل لكافة الأسرة والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أما بالنسبة للموضوع أما بالنسبة للموضوع الإكتحامات المتكررة والدعوات المتكررة لإكتحام المجد الأقصى هذه الدعوة ليست الأولى ولن تكون الدعوة الأخيرة فالمتطرفين اليهود ما زالوا في برنامجهم المدعوم برنامجهم الواضح مخططهم الواضح للنيل من المجد الأقصى على أجندة حكومتهم المتطرفة هذه الدعوات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إسرائيل تسعى من خلال هذه الدعوات لتكريس سياسة الأمر الواقع داخل المجد الأقصى هناك مؤامرة واضحة تقولها الحكومة الإسرائيلية مستغلة الصمت العربي مستغلة الوضع العربي والشغال العرب في أمورهم الداخلية ومستغلة أيضا الصمت العالمي وهي تضرب عرض الحائط بكل المواثيك الدولية وبكل الاتفاقات الدولية وبكل ما هو قانوني أمام ما تقوم به إسرائيل من هنا كان هناك دعوة بالأمس القريب من مجموعات استيطانية لأكبر وأوسع مشاركة إسرائيلية لإكتحام المذب الأقصى فيما يسمى إيد استقلالهم الذي يمثل نكبة الأسلامية هذه الدعوات نحن وصبق وردنا عليها كمقدسيين وكأبناء لحركة الفتح الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن نكون رأس الحربة في الدفاع عن أولى الكبلتين وسائلت الحرمين الشريفين أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مدافعين عن شرف الأمة العربية والإسلامية أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن نكون رأس الحربة في الدفاع عن كرامة العرب والمسلمين أجمع كما يدعون إلى مخطط لإكتحان المسجد الأقصى يتفاجأون بحجم الوجود الفلسطيني داخل ساحات المسجد الأقصى وداخل كبة الصخرة وداخل المسجد الأقصى نفسه هناك مرابطين ومرابطات يربطون الليلة بالنهار لصد عدوان المستوطنين داخل المسجد الأقصى وهناك قرار واضح من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمول عباس باستصدي الاكتحامات المستوطنين نحن نتصدي الاكتحامات المستوطنين بصدورنا العارية نحن نتصدي الاكتحامات المستوطنين بأحذية المصلين نحن نتصدي الاكتحامات المستوطنين بإمكانيات متواضعة وبقول الله أكبر كلمة الله أكبر تزلزل الأرض تحت المستوطنين عندما يفكرون باكتحام المسجد الأقصى أو يفكرون بتدنيس كبة الصخرة المشرفة المواطن المقدسي يوم قد رأفت هو ليس مدعو لمواجهة الاحتلال هو مفروض عليه هذا الواجب أبناء العاصمة المحتلة حقيقة وجه لهم التحية من هنا من فضائية عودة هم حامين المشروع الوطني حامين العاصمة المحتلة أخ رأفت كيف يمكن إفشال هذه الدعوات لإقتحام المسجد الأخصى برأيك أخي العزيز هناك قناعة لدى أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وأبناء الكدس بشكل خاص وهناك قناعة أيضا كرستها قيادتنا الفلسطينية أن لا حل دون الكدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين وهناك أيضا قناعة إسلامية مسيحية أن الكدس هي عاصمة إسلامية أن أولى القبلتين مصرا رسول صلى الله عليه وسلم أقرب بقعة إلى السماء هي المدينة المقدسة والمسجد الأقصى من هنا هناك واجب على كل مسلم هناك واجب على كل مقدسي هناك واجب على كل فلسطيني وكل عربي وكل حر من أحرار العالم بالدفاع عن هذه البقعة الطائرة أطهر بقعة في العالم نحن في الكدس بالتحديد لا يوجد الكدس هو الله سبحانه وتعالى وأبناء المدينة المقدسة وبعض التصريحات التي نسمعها على وسائل الإعلام هنا وهناك أننا ندعم وأننا مع الكدس وأننا مع الصمود وكل هذه التصريحات التي لا تجدي ولا تغني ولا تفيد بأي شيء إسرائيل مخططها واضح وبن يمين نتنياهو لم ينظر نهائيا لا للمجتمع الدولي ولا لقرارات الأمم المتحدة ولا لمحكمة الجرائم الدولية ولا لأي من هذه المؤسسات الدولية بن يمين نتنياهو هناك مخطط متطرف لديه ووهم لدى كل المتطرفين الإسرائيليين بضرورة إنشاء الهيكل المزعوم بدلا من المسجد الأقصى يسعون لتهويد المسجد الأقصى من بطن الأرض هناك حفريات متكررة وهناك قبل حوالي شهر إسرائيل أعلنت عن أكبر قاعة تتسع لخمس ثلاث مستوطن تحت البدل القديمي هناك مدينة كاملة تحت البدل القديمي وفوق الأرض هناك اقتحامات متكررة يعني يؤثر على تشاقط المنازل بتأكيد وهناك تغيير واضح لملامح البدل القديم لأسماء الشوارع وأسماء الأذقة تغيير واضح وحتى اليافطات التي تعلق للسياح الأجانب في البلدة القديمة وأسواك البلدة القديمة باتجاه المسجد الأقصى يتكر المسجد الأقصى مثلما أكثر ويذكروا الهيكل المزعوم يذكروا باللغتين العربية والإنجليزية والعبرية أنه الهيكل المزعوم وفوق الأرض في الجو إسرائيل تسعى لأكبر تليفريك يربط ما بين جبل المكبر ووكسلوان بمحاذة البلد القديمة إذن هي إسرائيل تكرز كل إنكانياتها وتعمل في الربع الساعة الأخيرة في تهويد المدينة المقدسة بشكل عام والسيطرة على المسجد الأقصى بشكل خاص كان هذا المخطط الإسرائيلي من المفروض حسب التصريحات الإسرائيلية وحسب مخطط الإسرائيلي أن يلفظ في نهاية العام الماضي ولكن من أوقف هذا المخطط عوامل عدة من أهمها أولا استشهاد الطفل محمد أبو خدير كانت هناك هبة لم يتوقعها الإسرائيليين من أبناء الكدس من المجلسيين هبة وانتفاضة جماهيرية أكدت لبن يمينة نهو أن مشروعك لن يمر ثانيا تحرك السيد الرئيس والمملكة الأردنية الهاشمية كان هناك تحرك رسمي على مستوى جدي من فخامة السيد الرئيس محمد عباس بالتعاون مع جلالة الملك عبد الله في محاولة وقف هذه المخططات ثالثا صمود شعبنا بشكل عام الشعب الفلسطيني عندما يقول نحن أو عندما يطلق أن في فلسطين أطول احتلال في العالم الشعب الفلسطيني كرس أن في فلسطين أطول مقاومة في العالم في فلسطين أطول صمود في العالم الاحتلال إلى زوال هذه قناعة عند كل فلسطيني وهذه قناعة عند كل مقدسي الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الكدس لا يمكن أن يتحملها أي من بني البشر إلا الفلسطيني لأنه مقتنع أن هذه أرضه ولأنه مقتنع أنه متجذر في هذه الأرض من هنا نحن لا نطلق دعوات للعالم في الكدس نحن نطلق دعوات فقط لأبناء الشعب الفلسطيني لأننا لا يمكن أن نبقى نكرر دعوات العالم ولا يمكن أن نبقى نكرر دعواتنا للأمة العربية والإسلامية في ظل هذا الصمت الوحيد فقط زيارات ربما نحتاج أكثر أخرافات زيارات لتدعيم صمود المواطن المقدسي هنا تحديدا السيد الرئيس محمود عباس يشدد على ضرورة شد الرحال إلى العاصمة المحتلة اليوم تم الإعلان عن 200 منحة من قبل السيد الرئيس لمعتمرين العاصمة المحتلة المواطنين المقدسيين رأفات لو توضح لنا أكثر ذلك بالتأكيد لابد أن أكون واضحا أن حركة فتح في الكدس وأقليم حركة فتح في الكدس وشبيبته الفتحوية أثبتوا على مدار الأشهر الأخيرة أنهم قادرين على الحفاظ على ما تبقى من المدينة المقدسة وأنهم قادرين على أن يعززوا صمود المقدسي داخل البلد القديمة وداخل المسجد الأقصى وداخل الكدس بشكل عام فكان هناك عدة مبادرات لدى إقليم حركة فتح في الكدس التي لاقت كل التجاوب والدعم من فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن من ضمنها عشر منح للحج زرية قرعة عليهم داخل المسجد الأقصى للمرابطين داخل المسجد الأقصى وسيكون هناك عشرة من الإخوة المرابطين داخل المسجد الأقصى في أداء مناسك فريضة الحج لهذا العام على حساب فخامة السيد الرئيس لتعزيز وتشجيع الرباط داخل المسجد الأقصى وكان هناك مبادرة أخرى في موضوع إعقد كرانك داخل المسجد الأقصى وعقد الكران على حساب حركة فتح هذا مشروع أيضا مدعوم من السيد الرئيس بتكثيف التواجد الفلسطيني داخل المسجد الأقصى أي عريس وعروس يعقدوا كرانهم داخل المسجد الأقصى تكون تكاليف عقد هذا الكران على حساب فخامة السيد الرئيس وبتكثيف كامل مع أكل حركة فتح وهناك أيضا تسيير حافلات لعصبة نسائية من محيط القدس وقراء القدس باتجاه المسجد الأقصى هذه الحافلات أيضا بترتيب وتنظيم من حركة فتح أكليم القدس وبدعم انفخامة السيد الرئيس ومؤخرا جرى الموضوع على تسيير حافلات عمره لعصب نسائية طوكسن 45 سنة السيد الرئيس محمود عباس قدم هذه المنحة لأكثر من 40 حافلة على دفعات كانت الدفعة الأولى قبل حوالي شهر خرجت من داخل المسجد الأقصى أدوا صلاة الصوح في المسجد الأقصى وخرجوا من المسجد الأقصى الدفعة الثانية تمت صباحا هذا اليوم أربع حافلات أيضا من العصب النسائية من النساء المقدسيات والمرابطات اللواتي يتخذن من المسجد الأقصى مقر لهم وكان هناك حفل وداع لهم وهنا اسمع لي أن أودع بعض المسائل أننا اليوم عندما ودعنا هذه الكوافل كنت أتمنى أن أكون في مكان استكبال كوافل تدخل إلى المسجد الأقصى لست في مكانا لوداع من نكرمهم في الذهاب لأداء مناسك العمر كنت أتمنى أن نكون في استكبال كوافل من الدول العربية والأجنبية ودول العالم لزيارة أولى الكبلتين وسائل الحرمين الشريفين ولكن هذا الواقع الموجود وربنا أكرمنا أن نكون نحن في رباط إلى يوم الدين وربنا سبحانه وتعالى بارك هذه البقعة على مستوى الكرة أرضية كلها أنها أطهر بقعة في العالم وبارك حول المسجد الأقصى أيضا فلهذا السبب نحن مقتنعون بأننا نحن الصامدون المربطون إلى داخل المسجد الأقصى نقول للبيت ربا يحميه بالتأكيد ولكن أيضا هناك واجب على كل فلسطيني وعلى كل مقدسي بحماية مقدساته بحماية مسجده بالدفاع عن كرامته وكرامة أمة العربية والإسلامية يعني أخي رأفة في أكثر من مرة استضفناك هنا تحديدا في الاستوديو كنت أتحدث عن موضوع الفصائل الفلسطينية أين؟ فقط نشاهد فتح في الميدان في العاصمة المحتلة يعني بصراحة أحب أحكى أشيء أبرز وأهم لأنه الوقت يبدو أنه دهمنا قضية الشهيد فتا الشهيد محمد أبو خضير سيتم إدراجه ضمن نصب تذكار يهودي أخي رأفة موقفكم من ذلك يعني بالتأكيد أولا الشهيد البطل محمد أبو خضير التي استشهد حرقا بدم بارد على يد هذه الإصابات نفسها التي تقتحم المسجد الأقصى برعاية وحماية من المتطرفين الإسرائيلي وبحماية من الحكومة الإسرائيلية إسرائيل تعتقد أنها إذا أدرجت اسم الطفل محمد أبو خضير دم من القتل الإسرائيليين والذي لا يمكن أن يقارن ما بين محمد أبو خضير وبين قتل الشعب الفلسطيني في نصب التذكار وكأنها تتهرب من دمه وكأنها تتهرب من مسؤوليته وكأنها تتهرب أيضا من محاكمة المجرمين الذين قاموا بقتل الطفل حمد أبو خضير إسرائيل تشكل محاكم ظالمة لأبناء الشعب الفلسطيني ممن يقومون بدهس مستوطن هنا أو مستوطن هناك ويقومون بهدم منزله ويقومون باعتقال عائلته ويقومون بممارسة أبشع أساليب الظلم إتجاه عائلة ملفز هذه العملية وفي المقابل عندما تكون مجموعة من المستوطنين باختطاف طفل وإسقائه البنزين وحرقه وقتله بدم بارد يتم التعامل مع القضية وكأنها قضية جنائية عادية وتحاول من خلال المصب التذكاري الذي سينشر عليه أسماء قتل إسرائيليين أسماء قتل إسرائيليين يعني جنود إسرائيليين تعتبرهم إسرائيل أنهم شهداء الحرب الإسرائيلية تود أن ترسل رسالة أنها إسرائيل ليست عنصرية وأنها حزينة على دم محمد أبو خضير وتحاول من خلال هذه الخطوة المرفوضة لدى أبناء الشعب الفلسطيني وعبرنا عنها بشكل واضح والتي لن نسمح أن يدرج اسم الطفل الشهيد البطل محمد أبو خضير دمن هذه القائمة المزرمة تحاول أن تتهرب من دم محمد أبو خضير أما بالعودة إلى الفصائل الوطنية لا أنا بدي أناشد من خلال العودة كل الفصائل الوطنية والإسلامية وأنا لست في منبر المزاودة على أحد ولكن أهل الكدس يعرفون ويدركون جيدا ما أقول أنا أناشد من يحاولون والمسجد الأقصى يدنس يسعون إلى مشروع دويلة في غزة المسجد الأقصى يدنس وهم يقومون باتفاقيات سرية مع إسرائيل هنا وهناك لتكريس حكومة غزية لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني نحن كنا في حركة فتح في الكدس موقفا واضحا أي محاولة لفصل غزة عن الكدس هي تنازل واضح عن الكدس والمسجد الأقصى أي محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية وتشكيل حكومة وفاق خاصة وتشكيل حكومة لها علاقة بغزة بعيدة عن حكومة الضفة هذا تكريس للانكسام هذا تكريس لفصل غزة عن الضفة وهذا تنازلا واضحا عن المسجد الأقصى يصل إلى حد الخيانة لست فقط الزهار أنا لا أتحدث عن شخص بعيني أنا أتحدث عن منظومة كاملة هذه منظومة وهذا الفكر حماس عملت عليه من سنوات طويلة أصلا من الثمانية والثمانين لم يكن هناك سلطة ولن تكن أوسلو ولن يكن كل ما يحاول أن يتغنوا به وحماس كانت ترفض المشاركة بالبيانات المشتركة وحماس كانت ترفض المشاركة ضمن أطل منظمة التحرير كانت ترفض ربا قاطعا من قبل أوسلو من قبل الثمانية والثمانين وحماس منذ تأسيسها وهي تطرح نفسها تنظيما بديلا لكل منظمة التحرير وكانونة منظمة التحرير ولكن فيما يتعلق القدس والمجد الأقصى لا أنا بناشد مش حماس كتنظيم بناشد أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار أنا أشد أبناء الشعب الفلسطيني المسلمين والمسيحيين أن الكدس خليها بالعربي برى اللعبة الكدس بحاجة إلى كافة الجهود الكدس بحاجة إلى كافة الطيارات بحاجة إلى كافة التنظيمات للوقوف أمام مسؤوليتنا اتجاه هذه الاقتحامات واتجاه ما يتعرض له المدل الأقصى من تهديد علني وتهديد يومي لا أنا بناجد كافة الفصائل الوطنية والإسلامية واليسارية كمان خلينا نوقف بس في موضوع الكدس نفصل الكدس يا أخي نفصل الكدس عن كافة الخلافات التي تطع لك بغزة أو تطع لك بالدفة الغربية لا تعالوا نقعد على طاولة واحدة مع القوى الوطنية والإسلامية ونوضع برنامج مقاومة موحد برنامج مواجهة موحد للتصدي لهذه المجموعات الاستطانية أنا بأقدرش أفهم موضوع أنه والله وقت محمد مرسي بلاكي في مئات في مسيرة تحمل سورة محمد مرسي في بلد الأقصى ووقت اكتحان مستوطنين بشوفش حدا أقدرش أنا أفهم إشارات رابعة كما لما يكون في موقف سياسي إقليمي بيطلعوا بإشارة رابعة عدوية مسيرات بالمئات وبنزدوا سورة محمد مرسي على المسجد الأقصى اللي إحنا دائما نداءنا إنه المسجد الأقصى خارج كل التناقضات السياسية ولما يكون في دعوة لإكتحان المسجد الأقصى ما بيشوفش حدا منهم أقدرش أفهم أنا عن قافلات كانت تسيرها ويسيرها الشيخ رائع الصلاح من الـ 48 باتجاه القدس لا نعرف هذه الكوافل من أين ومولت وكيفها مولت وما أهدافها ولا نشكك في نوايا من فيها على ذكرة ولا نشكك في نوايا من فيها لأن من فيها هم أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط اللي عن جد بدوا المسجد الأقصى للرباط فيه ما شفناها شيء قافلات تتحرك في دعوات المستوطنين كمان في أسئلة كثيرة يجب على الشعب الفلسطيني أن يفهمها ويدركها مشروعنا واضح مشروع السيد الرئيس واضح مشروع منظمة التحرير واضح وقف المفاوضات لا مفاوضات مع إسرائيل إلا بوقف الاستيطان وخاصة في الكدس نرى أن هناك مفاوضات في غزة ومن أطراف في غزة وقف المفاوضات لا يوجد مفاوضات إلا بتحديد صقف زمني لإنهاء الاحتلال نرى أن هناك مفاوضات سرية في غزة لا يمكن أن نقبل بدولة فلسطينية دون الكدس نسمع عن دولة دولة فلسطينية في قطاع غزة أنا لا أريد أن أعلق كثيرا عن هذا الموضوع سأدع أبناء الشعب الفلسطيني وحدهم يحللوا ويعلقوا على هذا الموضوع وندعو حماس أيضا رغم كل ذلك ندعو حماس إلى أن تأخذ خطوة إلى الوراء اتجاه المصلحة الوطنية الفلسطينية وأن تأخذ خطوة إلى الوراء اتجاه القدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين وأن أي فكر لأي دولة أو أي هدنة طويلة أو قصيرة الأمد ستدفع ثمنه القدس وسيدفع ثمنه المسجد الأقصى المبارد كل الاحترام لك أخي رأفة عليانا المتحدث باسم حركة فتح في العاصمة المحتلة في القدس شكرا جزيلا لك على هذا الكلام الجميل والشجاع أخي رأفة مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حوار خاص إلى اللقاء شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة